اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة عن طريقة زراعة عرفي الديك الجزء الاول خليكم معايا لاخر الفيديو نبات عرفي الديك نبات جذاب جدا بسبب اظهره نبات عرفي الديك احنا هنحتاج تربا خزبا تربا خزبا دي ممكن تكون بيتموس ورامل وكمبوزت ممكن تكون بيتموس ورامل بس ممكن كذا خلطها هحطها لكم الديسكريبشن بوكس او كواملتو مسبت انا هنا جبت اهو خلاص التربا التربا عبارة عن عندي عبارة عن بيتموس ورامل ويتاميق نسبة معقولة انا جبت اهو التربا المفروض ان انا يعني جاية التربا تكون جيدة وحطيت كيس تحت القصيص علشان اسرى اسقي يعني اسقي النبات انه هو ممكن يبهدر الدنيا بسبب المياه اللي هتتصرف لان انا لازم اسقي في الاول بمياه غمرة فبالتالي لازم تكون مياه كتيره فبالتالي لازم هتنزل من تحت القصيص اهو جبت حاجه اللي اسقي بيها التربا انا جبت اهو المياه بعد كده هو بس ايه التربا كويز جدا يعني ساقية تكون غمرة علشان تنزل من تحته وانا حطت كيس اهو زي ما انتو شايفين الكيس دوت علشان ما يبقاش في اي مياه تنزل على الارض انا اهو دي ماتي انا حطه تحت القصيص علشان المياه اللي هتنزل كده مياه خلاص يعني انا اتصرفت من تحته كل حاجه جبت هنا بالزور وعارفت ديك دي جايبها بعشرة جنيه تقريبا اهو عشرة جنيه اهو لو عايزين انت عرفنا جبتها منين ممكن تبقى طولي عن مسنجر وانا هقول لكم هنا انا جبت هول بزور وحطتها على ايدي علشان ابتدي انصرها على وش الطربة وبانصر مش حابة اكتار ان انا جبت حابة اكتار كده بس مش مشكلة لان بردك نسبة نجاح ان كل بذرة تنبت مش نسبة تخلي ان كله ينبت بس يتخلي كمية كبيرة تنبت هنا انا نصرت اغلبهم اهو على وش الطربة زي ما انتم شايفين بس المفروض ان انا هنصر باقي عشان كان في حابة على ايدي زي ما انتم شايفين اهو ده كده يعني البزور كلها بعد ما اتنصرت شكلها واضح جدا نادي كده المفروض ان انا بقى ماينفعش اسيبها كده لازم ان انا احط على وش القصيص تكون يعني تربة خفيفة جدا اي نوع تربة وبعمل طبقة خفيفة على البزور علشان البزور ما تبقاش متعرضة كده للحواء لازم تكون مبطية بالتربة خفيفة جدا انا عحط التربة اهي زي ما انتم شايفين انا هنا بقي خلاص المفروض ان اخدم على بقية البزور كمان بشوية تربة خفيفة كده انا ردنت عليها مش هينفع ان انا اسقي النبات بمية عادية يعني بمية من حاجة عادية لازم ببخاخة علشان البزور ما تتحركش مكانها وتنزل لتحت فانا جبت اهو القصيص سقيت التربة بالبخاخة بردك مش كتير ومش بكوة يعني حاول بقى اسقي بالبخاخة من بعيد لان البزور زي ما انتم شايفته خفيفة جدا وصغيرة جدا وان الطبقة اللي حدتها مش كبيرة لان انا حاست ان في شوية بزور زهرة بعد ما سقيت اخطي بطبقة خفيفة جدا بردك عليها علشان ما تبقاش واضحة خالص كده انا اهو خلاص مفروض ان انا سقيتها وعملت كل حاجة ده يعني هيكون مفروض بعد ثلاث ايام هينبت وده اهو شكله بالزبط بعد ثلاث ايام من الزراعة انبت كتير طبعا في حاجات انا صفيتها وشلتها من التربة عشان كانت ضعيفة لان ما ينفعش انبتات ضعيفة تكون جنب الانبتات القوية وإلا هيتغزوا على غزاء بعض وانا عايز ان غزاء اليقير ويوحي الاقوى في حاجات انبتت لسه من يومين او يوم زي ما تشايفين لسه فتحتش ورقها وفي حاجات انبتت من يوم بالزبط الانبت دوت بالزبط بعد ما انبت او من قبل ما ينبت من ساعة ما زراعته تقريبا عمره اربع ايام زي ما انتو شايفين الشكل وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة عن طريقة زراعة عرفة ديك الجزء الاول ما تنسوش تبصوا تحت على المصادر في الديسكريبشن بوكس او الكومنت المثبت وسلام اشتركوا في القناة will you اشتركوا في القناة